مرحبا مواليد برشل شادي معكم كارمي الشماس اليوم بدي احكي عن الأسبوع من الثانين 27 تموز يوليو حتى الأحد الثانين أبقى وسط شوفي عنا بهذا الأسبوع هذا الأسبوع عم ننهي شهر تموز يوليو يلي كان شهر متعب ومرهق بالنسبة لإلكن عم بيحضركن لحتى تنهوا مرحلة من سنة الألفين وعشرين وتنطلقوا بمرحلة أخرى السبب هو أنه مش بس أنه نحن عم ننهي شهر شمسي اللي هو شهر تموز يوليو الأهم هو أنتوا يعني مواليد برشل شادي عم تبدأوا شهر أماري جديد مع الأمار ببرشكن خلونا نشوف عكلين كيف بدي يكون هيدا الأسبوع البداية مع التنين والتلاتة التنين والتلاتة الأمر موجود ببرش العقرب ببرش العقرب يلي هو برش صديق لإلكن برش العقرب مش هو مش عم بيحكي عن الشخص يلي هو برش العقرب عم بيحكي عن طاقة الأمر لما يكون ببرش العقرب صديقة لإلكن بيكون الأمر صديق لإلكن برش صديق لإلكن بيدعمكن مع وجود الشمس في برش الأسد انتم موجودين بفترة زمنية تسمح لالكن انكن تتصلوا باشخاص وتطلبوا المساعدة نصيحة لجميع موالي برش الجدي التنين والتلاتة هن اليومين يلي لازم تختموا خلالهم شهر تموز يوليو وتتركوا بقية الايام ليخلص شهر تموز يوليو انتم رايقين وهديين اذا تنين والتلاتة هن افضل يومين لتنهوا فيه عمل اتصال بحث مقابلة ايميل مواجهة تخلصوا معاملات لانه الاربعة الانتين والخميس تلاتين والجمعة و 31 تموز يوليو حتى الساعة 12 الظهر توقيت العالمي اي تلاتة بعد الظهر توقيت بيروت بعد الظهر هذه الفترة فارغة من الحزوز كليا فارغة من الحزوز لازم تخصصوها فقط لأمور وأعمال روتينية بسيطة جدا 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 وبعيدا عن اي تعقيد وبعيدا عن اي complications ما تعزبوا حالكم الأمور بتتعقد الأوراق ما بتوصل يمكن تضيع ويمكن ما يشوفوها انتبهوا من التأخير انتبهوا من البلبلة الجمعة 31 تموز يوليو الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي من الصبح يعني اللي عم بتابعنا المقارة الأمريكية الأمر بيوصل لبرجكن تنقلب كل التأثيرات الفلكية لتصير لصالحكن بيستمر هيدا الجو من تلك اللحظة تنهو فيها ساعتا شهر تموز يوليو ضحكتكن هالقد سبت واحد قاب أغسطس بتبدأوا شهر جديد الأمر ببرجكن الأحد اتنين قاب أغسطس الأمر ببرجكن حتى الساعة 9 و 12 دي المسى توقيت بيروت الصيفي يعني 6 و 12 دي المسى توقيت العالمي هذه هي الفترة الأقوى الأنجح الأكثر فعالية ويلي رح تخليكن تحسموا أمور تشوفوا الأمور بوضوح بأم العين وتقرروا مسائب يعطلت أسبوع لكن في كتير ناس بيشتغلوا في كتير ناس تقدر تشتغل وتشهل بشغلة حتى ولو ما عنده دوام فيه أمور عائلية فيه أمور شخصية فيه أمور اجتماعية بينشغل عليها أيضا فيه قرارات فيه أمور أونلاين بتنبعث إيميلات بتنبعث فيه درس بينبعث استحققات كمانة بتنبعث فيه كتير ناس بيشتغلوا أصلا الأحد اتنين قاب أغسطس عندهم دوامات وبيشتغلوا ببلادهم أو فيه مؤسسات ومصالح ما بتسكر مثل مطاعم مستشفيات إلى آخره إذن مثل ما شايفين أسبوع دقيق حسب وين الأمر موجود المشتري وأورانيوس عم بيدعبكن إذا كنتوا من مواليد 1-2-10-11 كنون الثاني يناير ما تجيزفوا مواليد 13-14-18-19 كنون الثاني يناير نلتقي مع أبراج شهر أب أغسطس لبرشكن بتلاقوا رابط الفيديو بوصف هذا الفيديو وأيضا نلتقي مع الأبراج اليومية للتفاصيل لك اليوم يومه إلى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر